الأرجح في الاجتهاد في اجتهاد الرأي أن النصارى كاليهود كالمجوز كسائر أهل الملل والنحل من حقهم في ديار الإسلام أن يدعوا إلى أديانهم وأن يبشروا بها هذا هو الصحيح وهذا الذي رجحه حتى بعض المتشددين أحياناً في الموقف من أهل الذمة كالعلام أبي الأعلى المودودي رجح أن هذا من حقوقهم أن يدعوا إلى دينهم ودليله أيها الإخوة وأقوى من الدليل الآخر باختصار بكلمة واحدة هذا موضوع يحتاج أيضاً إلى خطبة بحياله لأن القرآن الكريم حدثنا عن مجادلتهم وكيف نجادلهم وأرشدنا وأوصانا بأن نجادلهم بالتي أحسن ولازم مجادلة أهل الكتاب أيها الإخوة أنهم يدعون إلى دينهم ما معنى أن الكتاب يجادلك ويجادل النبي والصحابة أنه يدعو إلى دينه ويدافع عن معتقده إذن ليست مسألة عظيمة ومخيفة أن يقال غير المسلم له الحق أن يبشر بدينه طبعاً من حق أن يبشر بدينه بين المسلمين كما من حق المسلم أن يبشر بدينه في العالمين هذا حق مكفول على سواء لجميع أهل الملل والنحل والأفكار لكن هذا موضوع يحتاج إلى وطبعاً هذا يصدم بعض المسلمين لكن هذا هو الحق وهذا هو فحوى وروح القرآن الكريم في هذه المسائل في هذه المسائل والله تبارك وتعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر